ينضم إلينا في الستوديو المهندس ياسر صديق القيادة بالتحالف الوطني لدعم الشرعية بشمهندس أهلا بك أهلا بك في البداية تقييمكم لهذا القرار وهل هو ذو قيمة بالفعل على أرض الواقع عملا بسم الله الرحمن الرحيم القرار لا يستحق الحبر الذي كتب بها لأنه قرار ليس له قيمة في الواقع في الواقع العملي التحالف الوطني لدعم الشرعية ليس مقرات التحالف الوطني لدعم الشرعية فكرة وهدف فكرة وهدف تم الإعداد لها من البداية الانقلاب العسكري والفكرة وهدف أصبحت الآن في عقول الشباب في عقول الثوار الثوار لم يتحركوا أنه مقر للتحالف هنا يقال ليهم تعالوا أو روحوا لا التحالف يديره من أي مكان في العالم مليوش مكان معاي أساساً بس فيه أماكن يعني هو موجود في تركيا مثلا في المجلس الثوري المصري أظن أن ليه تنسيق يعني هناك من يرى بأنه يقوم بأنشطة من الخارج وبالتالي كما ترى الحكومة أنه يهدد الاستقرار والأمن في المجتمع المصري يعني هو دلوقتي حكم المحكمة على الخارج ولا على الداخل على الداخل خليه يعني خليه يتصرف يعني عارف ملاقوش حاجة يعملوها يعني الهيافة لها ناس أسف في اللفظ يعني أنت بتقفل مقارات التحالف ليس له مقارات أساسا في مصر التحالف يدير كل أنشطة بتاعته من خلال تجمعات الشباب طيب بس التحفز قررت تحفز على أموال مثلا حزب الاستقلال اللي هو أحد المنضوين تحت راية التحالف هل في حزب في مصر أساسا الآن له نشاط سياسي انسى حزب الاستقلال والحرية والعدالة وانسى كل الأحزاب ديت هل في حزب أخر لا في أحزاب موجودة في حزب الوافد موجود وأن كانت هذه أحزاب ضعيفة الدور لكن موجودة وبتبارس دورها أحزاب كارتونية دلوقتي محصلتش كارتون حتى ممش محصلة وراء جرائد مفيش أحزاب أصلا في مصر نفسي واحد من أحزاب ديت يطلع يقول أي كلمة يقول كلمة على التهجير اللي بيحصل في سينة هل اللي بيحصل في سينة ده شأن داخلي ولا شأن خارجي تهجير شعب تهجير وط يعني البجاحة وصلت لدرجة غريبة جدا وليس قرارا عمليا على أرض الواقع ولا سياسي حتى ملوش قيمة قرار في الهوى يعني قرار الناس بتسلي نفسها ليس له أي قيمة لا يستحق أصلا الورقة التي كتب عليه يعني أنت لا ترى أنه لما تعلن الحكومة وتقرر حتى في وسائل إعلامها أن التحالف الوطني ده تحالف إرهابي ومن قبل إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ألا يؤثر ذلك على صورتكم في الداخل المصري ويقططع من شعبيتكم يؤكد أن التحالف الوطني دائماً الشرعية له تأثير ولكل كان بيقولك التحالف الوطني ليس له تأثير لما هوодарونه تأثير إنت ما لكم ماله ما لكم مال مقاراته المفترضة التحالف الوطني دائماً الشرعية له تأثير وتأثير قوي جداً في الشارع المصري وبالتالي كل بيحصل ده نتائج إيجابية وليس نتائج عكسية خليهم ده نوع من أنواع الدعم للشباب بيقفلوا مقارات التحالف لا الشباب ينطلق أكثر وأعتقد الشارع أنتوا ليسا حالياً دلوقتي ساعة كام دلوقتي في مصر ساعة واحدة بالليل والمظاهرات في كل حتة في الشارع في مصر دلوقتي طيب فيما يتعلق بقرار أو البيانة اللي صدر من التحالف ودعوته لأسبوع ثوري جديد تحت عنوان العسكر يبيع سيناء. أنتوا رؤيتكم إيه فيما يحبوا في سيناء العسكر بياخد دلوقتي بيدفع ثمن للناس اللي أيدوه في الانقلاب إحنا قلنا قبل كده أن الانقلاب العسكر مخطط له من 11 فبراير أساساً من قبل الدكتور مرسي مخطط لتقسيم مصر ومخطط لإخلاق سيناء من سكانها كل ده لفايدة مين إحنا أي عمل يتم بنشوف مين المستفيد المستفيد الأول من تهجير سيناء هو الكان الإسرائيلي لما أمريكا النهار ده تطلع تقول نحن نبارك. أنت تباركي ليه أنت مال يعني آسف الله أنت مالك أنت أول مرة أمريكا بلد الحريات تؤيد تهجير شعب في تصريح شهير كان ينسب لأريال شارون رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي كان يقول أن تعمير سيناء هو أخطر على إسرائيل من القنبلة الذرية أنت تلاحظ أن الانقلاب تم وبسرعة أمتى؟ آخر خطاب للدكتور مرسي قال إيه؟ فيه أربع مليار جنيه جاهزين لتعمير سيناء خلال ستة أشهر الدكتور مرسي ما يكملش ستة أيام بعد الخطاب ده ما يكملش ستة أيام في الحكم شكرا جزيلا المهندس سياسر صديق القديم بالتحالف الوطني لدعم الشرعية أهلا وسلم ترجمة نانسي قنقر